ترأس ساعدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة السيد جميل بن محمد علي حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الثمانين للجنة حقوق الطفل بجنيف لاستعراض ومناقشة انجازات مملكة البحرين التي تحققت بشأن صون حقوق الطفولة في المملكة وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري ورئيس البحثة الدبلوماسية البحرينية في جنيف السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري هذا وادرجت اللجنة الدولية في برنامجها لهذا العام جلستين لاستعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الذي يعرض كافة المعلومات والاجراءات التي اتخذتها لضمان وصون حقوق الطفل فيها حيث كانت مملكة البحرين قد قدمت تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع الى السادس الى لجنة حقوق الطفل مؤخرا متضمنا انجازاتها واجراءاتها ومبادراتها التي تم تنفيذها لتحقيق افضل مستوى من المعيشة والحريات ووجه الحماية والتعليم والصحة للطفل في المملكة وفي مستهل الجلسة الاولى القوزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة استعرض فيها التدابير العامة المتعلقة بالعناصر التي تم ادراجها على جدول هذه الجلسة بشأن تعريف الطفل والمبادئ العامة للحقوق والحريات ومناهضة عنف ضد الاطفال واكد حميدان في كلمته على ان ما تم تنفيذه من آليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة بلغ 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي اطلقتها مملكة البحرين في العام 2012 ونفذت بنودها على مدى خمس سنوات ما يؤكد النجاح في رسم خارطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تصب في مصلحة الطفل مشيرا في هذا الشأن الى قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد العمل بخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام الخمسة المقبلة واضاف الوزير حميدان بان مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في تقنين حقوق الاطفال وذلك من خلال اصدار العديد من التشريعات المنظمة لضمان حقوق الطفولة في المملكة وفي كلمته اكد مساعد وزير الخارجية السيد عبدالله بن فيصل الدوسري على حرص المملكة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وبدعم ورعاية من السلطة القضائية على الحمل الحثيث والمتواصل لصون ورعاية حقوق الطفل والاشخاص دوي الاعاقة وفق صدور تشريعات وقوانين متقدمة ولجان ومبادرات فريدة غير مسبوقة تعمل على توفير الرعاية والحقوق الكاملة وتخلق البيئة والثقافة المناسبة لنمو وتطور ومشاركة تلك الفئات في كافة مناحي الحياة والتنمية في مملكة البحرين وقد أشاد عدد من أعضاء اللجنة بجهود البحرين في حماية الطفولة منوهين بمستوى المبادرات الوطنية التنموية المميزة التي تنفذها وعلى رأسها اللجنة الوطنية المعنية برعاية الطفولة والخطة الوطنية لرعاية الطفولة إلى جانب التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية الذي جعلها في مصاف الدول المتفاعلة لصون وحماية الطفل في البحرين اتخذت مملكة البحرين العديد من الخطوات الجادة في حماية الطفل وصون حقوقه خصوصا منذ أن وقعت اتفاقية حقوق الطفل في فبراير عام 1992 وقد سعت البحرين لتحقيق بنود الاتفاقية على أرض الواقع لتمكين مشاركته الفعالة في المجتمع بالنظر إلى واقع الطفل في البحرين نجد اهتماما بالقا من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالطفل إلى جانب السلطة التشريعية في تلبية احتياجات الطفل وحمايته وينبثق هذا الاهتمام من الرعاية الملكية الأبوية الخاصة من لدن جلالة العاهل المفدة للأطفال ما يجعلها مثلا أعلى لجميع العاملين في مجال الطفولة وإيمانا بأن حقوق الأطفال هي اللبنة الأساسية لضمان الحقوق الإنسانية للأجيال المقبلة نستذكر الدور الهام الذي تطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق الإنجازات التي أحدثت نقلة نوعية في مجال الأمومة والطفولة من خلال وضع تدابير تستهدف التمكين الأسري بشكل عام إيمانا بأن صلاحا ناشئة من صلاح الأسرة وتقدم البحرين برامج وخدمات خاصة في شؤون الطفل فقد اهتمت الدولة بالتعليم وجعلته إلزاميا في المرحلة الابتدائية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وتطوير وتحديث منظومة التشريعات المتعلقة بالأطفال والأحداث لتتسق مع جميع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وإدراكا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأهمية النهوض بشؤون الطفل والاهتمام بقضاياه وحماية حقوقه والعمل على توفير الرعاية اللازمة له قامت بتأزيس المركز الوطني لحماية الطفل عام 2007 ليعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 سنة من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصفتها الجهة المكلفة بالطفولة في وضع آليات ومبادرات إلى جانب الجهات المعنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2018 والتي تتضمن أربع محاور رئيسة تتمثل في الحق في الصحة والبقاء والحق في التعليم والنماء وبناء القدرات والحق في الحماية والحق في المشاركة ولتزال جهود البحرين مستمرة في الارتقاء بالخدمات والقوانين المتعلقة بالطفولة وتقديم المبادرات التوعوية وتوسيع مشاركة الأطفال في المجتمع وتحقيق الاستدامة من خلال الاهتمام المستمر لتأسيس جيل ينشأ نشأة سليمة قادرة على العطاء والإنتاج موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر